إلى ملفنا الأخير حيث تنتقل حكومة السورية وبعض شخصيات المعارضة في جولة ثانية من مباحثات في موسكو وسط غياب عدد كبير من جماعة المعارضة السورية الرئيسية وصدى توقعات بعدم حصول أي تقدم تجاه إنهاء الصراع المتفجر في سوريا يجتمع اليوم في العاصمة الروسية موسكو عدد من الشخصيات السورية المسؤولة مع بعض من الشخصيات المعارضة وهي الخطوة التي تأتي لوضع حد لصراع المتفجر بالبلاد لأكثر من أربع سنوات وأسفرت عن مقتل عشرات المواطنين والعسكريين ويؤكد البعض أن هذه المباحثات مجرد مباحثات روتينية لن تحقق أي تقدم في مصاري الأزمة السورية المتفاقمة على العديد من الأسعاد ويرى البعض أن غضية سوريا تحولت الآن من مجرد مباحثات بين أطراف الأزمة السياسية بالبلاد إلى قضية محاربة الإرهاب وضرورات التكالب من أجل التصدي لنمو التنظيمات المتضرفة التي تنتشر بالبلاد دون رادع وتزايدت أهمية هذا الأمر مع قوة هذه التنظيمات وتمتعها بالكثير من الإمكانات التي تؤهلها على القيام بعملياتها الإرهابية يجب أن يشكل ضغط ليس فقط على الأطراف السورية وإنما على الأطراف الدولية بالإسراع باتخاذ قرار جدي بمحاربة الإرهاب لأن اليوم المسألة لم تعط سوريا سوريا اليوم المسألة أصبحت دولية يجب أن يتخذ قرار دولي بالضغط على الأتراك بأقفال حدودهم بمنع دخول المقاتلين الأجانب يذكر أن موسكو لم تعلن عن الشخصيات المعارضة الحاضرة لهذا المؤتمر ولكن من المرجح أن يكونوا أشبه بمن شاركوا في يناير عندما حضر أكثر من 30 ممثلا من جماعات مختلفة معظمهم من جماعات يتسامحوا معها النظام السوري ويؤكد أن التعاون مع دمشق ضروري لمحاربة سعود التنظيمات الإرهابية ينضم إلينا من موسكو إلينا سوبونينا رئيسة مركز آسيا للدراسات ومن إسطنبول محمد الدندل عضو الإتلاف الوطني السوري المعارض أهلا ومرحبا بكم لو بدأت مع سيدة إلينا سيدة إلينا ينظر إلى موسكو على أنها طرف غير محايد لكي يلتقي الحكومة السورية مع معارضة الداخل إن صح التعبير أو التي يطلق عليها النظام السوري المعارضة الشريفة هل هي الخصم والحكم؟ فما هو رأيك في هذا الموضوع؟ بالتأكيد أنا أعتبر روسيا طرفا محايدا في هذا الصراع وحتى إذا حد يشك في ذلك فليتسأل أما ما هو بديل لفكرة الحوار ما بين المعارضة والحكومة هل أمريكا مثلا تقدم بديلا لهذا الشيء؟ أو دول الخليج نجحت في تنفيذ السيناريو وغير؟ فلقاءات موسكو ممكن تشكل أساسا معينة للاتفاق؟ لكن روسيا سيدة إلينا هي الدعم الرئيسي للقوات النظامية في حربها في سوريا لا روسيا تحاول أن تتوسط الآن بالعكس ما بين الحكومة والمعارضة المعتدلة ونحن متأسفين أن جزء من المعارضة غائب عن هذا اللقاء فروسيا حتى وجهت دعوة للإتلاف وغيرها من منظمات المعارضة السورية في الخارج في منها لم تتجاوب وأنا أعتقد أن هذا خطأ عفوا لكن الذين الآن هم في ضيافتكم لا دخل لهم في قضية المعارضة المعتدلة أو المعارضة المتطرفة هم بالأساس لا يؤمنون بالعمل المسلح إطلاقا يعني نعم هؤلاء لا يقومون بأعمال الأنف وبعمل مسلح في سوريا ولكن هذا لا يمنع أن نعتبرهم معارضة مع تجلة الائتلاف برأيي أيضا يمثل معارضة مع تجلة ولكن أشد مما حضروا من هؤلاء الذين حضروا لقاء موسكو فيريد أن ممثلوا الائتلاف مرة جاية ممكن أن يحضروا مثل هذه اللقاءات في موسكو دكتور محمد دندل أنتم في الائتلاف الوطني لماذا رفضتم الدعوة الروسية يعني رفضنا الدعوة الروسية لأن روسيا هي ليست فقط داعمة للنظام على المستوى العسكري هي تبنت النظام منذ اللحظة الأولى وأصبحت تسوق أكاذيب النظام عن مسألة الإرهاب والحديث عن الإمارات السلفية منذ الأسبوع الأول للثورة كان هناك تبني كامل من قبل روسيا لهذا النظام القاتل على كل المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية فبالتالي الأمر من المضحك المبكي أن تذكر ضيفتك من موسكو أن روسيا هي طرف محايد يعني الأمر أصبح مكشوف لكل الناس لكل المراقبين لكل المحللين روسيا بالعكس هي تحاول من خلال هذه الكذبة التي تدعيها بأنها تدير حوار بين السوريين هي تحاول أن تتنصل من التزام سابق يتعلق بجينيف هي من ساهمت بإفشال جينيف عندما ذهبنا وبكل صدر رحب ومستعدين للحوار أنتم اعتراضكم على روسيا كروسيا عفوا أنتم وأنت كنت في جينيف وكنت من الوفد المفاوض على ما أعتقد للإتلاف أنتم لم تجلسوا مع روسيا أنتم جلستم مع أس المشكلة بالنسبة إليكم وهو النظام يعني أكثر شرا بالنسبة إليكم يعني أنتم جلستم مع النظام ونجلس على النظام كما يقولون طبيعي جدا أن نجلس مع الروس تماما يعني للأسف نحن نأسف بشدة أن روسيا تراجعت عن دورها الذي يليق بحجم دولة عظمى مثل روسيا وأصبحت تتبنى أنظمة متطرفة وإرهابية وتقوم بقتل شعبها الروس يعني عندما ذهبنا إلى جينيف نحن جلسنا مع وفد النظام لكن النظام تحديدا أصبح ورقة في مهب السياسة الروسية والإيرانية لم يعد له أي إرادة الروس عندما يكونوا صادقين في إيجاد حل هم لم يضغطوا على النظام في يوم من الأيام حتى فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية عندما يدع الروس اليوم أنهم مثلا عندما يطرحون مشروع يتعلق بالوضع الإنساني في اليمن هذا أمر مضحك بينما هناك مئات الألاف من السوريين الذين يموتون جوعا ولم تقوم روسيا حتى مجرد تصريح من باب ذر الرماد في العيون كان هناك تبني مطلق لإجرام النظام روسيا هي شريكة في الدم السوري طيب أنا أسمح لي فقط شريكة في شفك الدم السوري جميل لكن أسمح لي أن أسأل سيدة إلينا سيدة إلينا يعني باعتقادك هل ما يجري الآن في موسكو بين حوار سوري سوري برعاية روسية رغم أن الذين ذهبوا إلى موسكو خرجوا بطائرة واحدة من دمشق شاهد هنا باعتقادك ما جدواها يعني هل لها تأثير على الأرض سيما وأن الذين يجلسون في موسكو كالذين يجلسون في ربما في عواصم أخرى لا يستطيعون ليست بأيديهم الحل لا يمونون على مسلح واحد في داخل سوريا روسيا هي لعب سياسي مهم وجدي جدا فإذا كان هناك شيء مضحك فهذا على أقل مدهش للغاية لأن الوضع في سوريا نفسه مبكي ونفس الشيء حالة اليمن وما تقترحه روسيا وهو بدء الحوار ما بين ممثلية المعارضة وممثلية الحكومة على فكرة لم يأتوا كلهم بطائرة واحدة من دمشق هناك ناس أتوا من دبي ومن باريس ومن لندن فهناك عدة حركات المعارضة أتت إلى روسيا سمير وغيرهم وصالح مسلم وغيرهم ذهبوا من عدة عواصم لكن هناك من الداخل السوري من ذهب منهم مع ذلك أنتم في الخارجية الروسية مثلا دعت لوائي حسين وهو رئيس سيار بناء الدولة لم يسمح له النظام في سوريا من الخروج رغم أن الخارجية الروسية هي التي دعته نعم صحيح وهذا الشيء مؤسف أن صيد لوائي حسين لم يقدر حضور هذه اللقاءات رغم أن الخارجية حاولت أن تحل هذه المشكلة فروسيا الآن بهذه اللقاءات هي لا تقترح الحوار ما بينها من طرف والسوريين من طرف آخر لا روسيا فقط تقدم مجالاً لبدأ الحوار ما بين سوريين أنفسهم فلنسأل الاتلاف ماذا عملوا من خلال السنة التي فاتت هل تقدموا بأي شيء؟ هل ساهموا في تهدأ الأمور في سوريا؟ ما هو بديل يطرحونه بديل لبدأ الحوار؟ هذه أسئلة مهمة سيدة إلينا برسم دكتور محمد دندل هذا السؤال مضحك حقيقة لأسأل سيدة إلينا الاتلاف عندما ذهب إلى جينيف أعلان جينيف كان برعاية روسية السؤال يجب أن يقول لماذا تنصلت روسيا عن التزاماتها كدولة عظمى؟ هذا مؤسف كيف يمكن التعويل على روسيا أن ترعى حوارا وهي لم تستطع أن تقنع النظام السوري أن يسمح لمعارض كالأستاذ الأعي حسين أن يشارك بحوار هي ترعاه هناك تناقض أنا أقدر الحرج الذي تشعر فيه سيدة إلينا أنا أدرك تماما أنها غير مقتنعة فيما تقول وهذا واضح من خلال الارتباك في حديثها لأنها تذكرني بالمتحدثين من طهران أو دمشق أو كثير من العواصم التي تضع صقفا للحديث حتى لمن يقدمون أنفسهم كمقليلين سيدة إلينا سبولينا هي ليست ناطقة باسم الحكومة الروسية ولا باسم الخارجية الروسية تماما أنا أدرك ذلك لا تكون وجهة نظرها لكنها هي غير مقتنعة فيما تقول أنا لدينا فقط دقيقة معها لنستمع لي ردها بعدين نرجع لك دكتور محمد فضلي سيدة إلينا أنا مصر أن المعارضة والاتلاف قبل كل شيء يرتكبون بخطأ ويرفضون هذا الحوار لأنه كان ممكن أن يعتمدوا على هذه المبادرة من قبل روسيا لتقريب وجهة النظر مع أطراف المعارضة الأخرى وأيضا مع ممثلي الحكومة ليش لا؟ فروسيا مستعدة أن تستمر بهذه الجهود روسيا تنسق جهودها مع الآخرين ولكن في شيء ممكن أن نتفق فيه أنه جهود روسيا بوحدها غير كافية لإكمال النجاح أو للتوصل للنجاح لإيجاد حل في الأزمة السورية لابد من تنسيق مع أمريكا مع الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج وتركيا روسيا مستعدة لهذا الشيء فلننتظر ماذا ستكون رد الفعل من قبل أمريكان لحتى الآن أمريكا مترددة ورد فعلها غير واضح كأنها ترحب بلقاءات موسكو من طرف ولكن من طرف آخر هي لا تمارس الضغوطات اللازمة على المعارضة ولا تبزل جهودا كافية للتقريب وجهات النظر أشكرك إلينا سبونينا رئيسة مركز آسر الدراسات كنت معنا من موسكو سواء أخيدي دكتور محمد دندل أنتم لديكم مشكلة مع روسيا أم مع المعارضين الذين يجلسون في موسكو الآن وهل تعتبرونهم أنتم في الاتلاف جزء من المعارضة أم لا حقيقة هذا الأمر لا يعود لنا الشعب السوري لا يعتبر هؤلاء بالستناء قد يكون أشخاص قليلين منهم قد يكونوا حسنين نوايا لكن لن تنجح روسيا روسيا تحاول من خلال ما تسمى بمبادرات خلق جسم جديد يدخل بمصالحة مع النظام بحجة محاربة الإرهاب وهذه المحاولة فاشلة منذ البداية